وارجعنا لكم من جديد مع حلقة أخرى من حلقات التدريب للاستعداد لاختبار القدرات المحاوسب أهم الأسئلة الكمية الجديدة المحدثة هنبدأ الآن في الحلقة الأولى من النموذج الرابع عشر القسم الأول دائما أحب أكد على هذه الكتب المهمة سلسلة 100% كتاب من هنا نبدأ القدرات وكتاب إنفينيتي نماذج المحاوسب مع هذا السؤال السهل بقول هنا يستغرق أحمد ستة أيام لقراءة كتاب بحيث يقرأ كل يوم ضعف اليوم الذي قبله فإذا قرأ في اليوم الأول خمس صفحات فكم عدد صفحات هذا الكتاب طبعا هو قرأ الكتاب في ستة أيام بدأ بكام بدأ بخمس صفحات وكل يوم كان بيدبل عن الذي قبله الضعف يعني لو اليوم الأول خمسة يبقى اليوم الثاني عشرة واليوم الثالث عشرين واليوم الرابع ضعف العشرين أربعين ثم ثم ثمانين كده كم يوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى هنا مية وستين وأجمع طب كيف أجمع بطريقة سريعة أول حاجة أجمع الأعداد اللي تعطينا أرقام متحبة زي المية وستين والأربعين هذول هيطلعوا متين طب والثمانين والعشرين هذول كمان هيعطينا مية ما بقى شي عندي إلا الخمسة والعشرة هذول يطلعوا خمستاش يبقى كل صفحات هذا الكتاب ثلاثمية وخمستاش وأخطار جيم طبعا في اختبارات هذا العام جاء كثير على الرسومات البيانية والأشكال بيقول من الرسم البياني المجاور إذا وزعت مكافأة 200 ألف ريال على موظفي الشركة الأولى فكم نصيب الموظف الواحد هو بيقول هنا أنه وزع 600 ألف ريال على موظفي الشركة الأولى فقط وين الشركة الأولى؟ هذه الشركة الأولى اللي عدد موظفينها كام؟ عدد موظفينها 100 يبقى بسهولة كده أجسم 600 ألف على المية يعني بس أوخر صفرين مع صفرين يطلع نصيب الشخص الواحد والموظف الواحد 6000 ريال وأخطار جيم نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال القوي بيقول أي مما يلي هو حاصل ضرب مكعبي عددين متتاليين طبعا كلمة مكعب معناها العدد أس ثلاثة وعددين متتاليين خلي بالك طبعا فيه ناس تستعجل وتقول مثلا تعال نأخذ مثلا السبعة وعشرين لأنه هي واحد ضرب سبعة وعشرين الواحد هي مكعب الواحد والسبعة وعشرين هي مكعب للثلاثة فسوى بيقول عددين متتاليين يبقى هذه لا وحتى الاربعة وستين هتكون لا لأنه يعتبر جذر تكعيبي لعدد واحد أو واحد فيه أربعة أس ثلاثة نفس الشيء كل هذه الأرقام لا لكن الصفر هو الجواب الصحيح طب مين هم العددين؟ العددين اللي هو هيكون صفر تكعيب وواحد تكعيب هذول هيطلع الجواب صفر ودول عددين مكعبين هكذا الجواب الصحيح هيكون ألف طب فيه واحد يقول طب ليش ما أخذنا الدال ما هي نفس الشيء الدال هو واحد تكعيب والخمسة تكعيب اللي هي مية خمسة وعشرين بس هذول مبعدة دين متتاليين سؤال آخر سهل على التعويض بيقول إذا كانت سين تساوي ثلاثة أي العبارات الآتية لها ناتج مختلف يعني إيش لها ناتج مختلف؟ يعني لما نعوض يطلع كل الإجابات هنا قيمة واحدة مع هذا خيار واحد فقط تعالي أعوض يلا في الخيار الأول لأن ما أعرف كيف أقر الجواب أعوض عن سين بثلاثة أو الشيء فك التربيع ثلاثة تربيع تسعة أضرب فيه أربعة إبه هذول يساوي ستة وثلاثين ونقص أربعة يعطينا ثنين وثلاثين تعالي الثانية الثلاثة في عشر بثلاثين واثنين واثنين وثلاثين سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وإيه أحداش هيعطينا كمان اثنين وثلاثين خلاص يب أكيد الجواب دال لأن كلهم يعطونا ناتج متشابه إلا الجواب اللي هو دال ولو حبيت تتأكد تعالي عوض ثلاثة تربيع يعني تسعة ضرب اثنين أي ساوي ثمنتاش دال الجواب الصحيح تعالي يلا نحل هذا السؤال بيقول من الشكل المجاور إذا كانت القطع المستقيمة سين لام تساوي لام عين تساوي عين صاد وكان سين صاد طولها اثناش قارن بين ثلاثة سنطي وطول القطع المستقيمة سين لام تعالي نشوفوا كده ومعطينا ايه عن رسم معطينا ان سين صاد كلها هذي بتساوي اثناش وسين لام القطع هذي جده هذي جده هذي يبقى نجسم اثناش على ثلاث قطع يبقى كل قطع تساوي كام؟ كل قطع تساوي أربعة سنطي يعني طول سين لام هنا هيكون أربعة سنطي هنا ثلاثة وهنا أربعة أختار باء القيمة الثانية أكبر سؤال سهل على الجذور بيقارن بين القيمة الأولى جده ستة على جده خمستاش والقيمة الثانية أربعة طبعا دون الدخول في حل ولا تبسيط ولا شيء لاحظوا هنا البسط أصغر من المقام فهذا الجواب هيطلح كسر لان جده ستة أصغر من جده خمستاش فهذا يطلح كسر ده كسر وهنا أربعة طبعا الأربعة عدد أكبر وأختار باء طبعا كثير من طلابي وطالباتي بيحبوا الهندسة بول من الشكل المجاور إذا كان محيط المستطيل 68 أوجد مساحة الدائرة وهنا معطينا كمان طول المستطيل 20 طيب إيه هو محيط المستطيل؟ محيط المستطيل أو المحيط عمتا هو مجموع الأضلاع محيط المضلع مجموع أضلاع ذلك المضلع يعني المجموع حق أضلاع المستطيل 68 هنا 20 يبقى لازم هنا 20 20 و20 كام 40 أخرى من 68 يبقى باجي 28 أجسمهم بالعدل يمين ويسار على العرض والعرض يطلح كل واحد 14 يبقى هذا 14 وهذا 14 طب هذا الاستنتاج المهم شايفين الدائرة بتمس أضلاع المستطيل من الداخل اللي هو الطول والطول يبقى هذا القط هيمثل نفس العرض اللي هو 14 يبقى إذا كان هذا 14 يبقى نصف القطر كام؟ نصف القطر سبعة مساحة الدائرة طا في نصف القطر تربيع يعني أربع نصف القطر وأضربه فيه باي أو طا سبعة تربيع يعني 49 باي أو 49 طا والجواب هو جيم سؤال آخر سهل ومتكرر في الأسبوع الماضية بل إذا كان 4 سين زائد صاد على سين سوي 9 طالب مني قيمة صاد على سين طبعا قدامك حليني إما تستخدم أرجام وتعوض لكن أنا بحب هذه الطريقة السهلة أن هنا السين هي المقام الموحد يعني أقدر أفكها كده وأخليها أربعة سين على سين وهنا صاد على سين كل هذا يسوي تسعة وش سويت أنا؟ أننا خليت هذا المقام هو مقام للبسط الأول ومقام للبسط الثاني طيب وأعمل إيه هنا؟ أخلي السين على صاد لأنه يبيها هذه ويجي على الأولى اعمل عملية تبصيل شيل السين مع السين أصبح هنا بس كام أربعة يبقى إذا صاد جسم السين هيساوي تسعة ناقص الأربعة هذه لما تجيها المرة الثانية هنا تسعة ناقص أربعة هيساوي خمسة وبكده أختار دال وصلنا الآن إلى السؤال ستمية وخمسة وعشرين يقول إذا كان الجذر التربيعي لسين تكعيب يساوي ثلاثمية وثلاثة واربعين طبعا الطلاب اللي بيحلوا في الجزء الكم كثير عارفين إن هذا رجب مميز اللي هو عبارة عن سبعة أس كام أس ثلاثة ليش؟ لأن لو ضربت سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة سبعة ضرب سبعة بتسعة واربعين تسعة واربعين ضرب سبعة اضربوها تطلح 343 فهذا رجب مميز يعني أقدر أحول مسألتي وأخليها كده الجذر التربيعي لسين أس ثلاثة هتساوي سبعة أس أس ثلاثة هنا لا تستعجل وتقول سين تسوي سبعة ليش لان في هنا جدر صح يبه هي عبارة عن سبعة كلامكم صحيح بس هي لسه تحت الجدر لازم تكون تسعة و ايه تسعة واربعين طب تعالى تبتلكم من الجواب تسعة واربعين ايه لي روح الجدر اعمل هنا تربيع واعمل هنا تربيع التربيع يروح الجدر يبه هنا سين وستثلاثة وهنا هتكون سبعة وستثلاثة الكل تربيع تمام ايه ريكو ما خليها سبعة وخلي الاتنين هنا والتلاتة فوق هي هي نفس الشي بدلت بينهم ما في مشكلة طبعا في هنا ملاحظة مهمة هنا القس جد القس يبه الاساس جد الاساس يعني سين هتساوي سبعة وستثنين وسبعة وستثنين هتساوي تسعة واربعين والجواب هو دال وصلنا الان الى سؤال سهل انتوا اتدربتوا عليه كثير بقول قارن بين القيمة الاولى هذا المقدار المضروف في بعض والقيمة الثانية هذه طبعا بطريقة سهلة قبل ما نخش في عملية الضرب اعمل عملية مقارنة ويهه تبسيط بين القيمتين خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة اكنسلة مع العشرة دي وثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة اكنسلة مع التسعة دي واربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية اكنسلة مع الثمانية دي يعني القيمة الاولى بعد التبسيط واحد والقيمة الثانية واحد القيمتان متساويتان واختار جيم كمان سؤال ساهل على الأسس بيقول قارن بين القيمة الأولى هذا العدد العشري سالب وهنا الأسس 18 وهنا عدد برده سالب أسس 17 عارفين طبعا يا شباب إذا كان الأسس هذا زوجي هاة مهمة إذا كان العدد سالب والأسس زوجي يطلع الجواب موجب وإذا كان العدد سالب والأسس فردي يطلع الجواب سالب يعني هذه موجابة وهذه سالبة القيمة الأولى أكبر وأخطار ألف سؤال أخير على هذا القسم بقول في الشكل المجاور ما قيمة سين هو معطين هنا مثلث وفي بعض الزوايا وطالب مني سين طبعا عشان أجيب قيمة سين ياليت تكون في مثلث فأنا دقلها في هذا المثلث اللي هو متجه جهة اليسار في زاوية 25 وفي زاوية سين ضروري يا شباب نعرفه حاجة اسمها الزاوية الخارجة المثلث شايفين الزاوية 70 الزاوية 70 زاوية خارجة تساوي مجموعة الداخليتين البعيدتين يعني زاوية سين مع 25 هتساوي 70 يعني لازم قيمة السين تكون 45 درجة وبكده أخطار باء طبعا فيه طالب ثاني يقول أنا حلتها الطريقة أخرى تمام طرق كثير الحل عادي هذا كويس يقول يا أولاد لو دي 70 يبالي تحتها 110 وهذا مثلث اللي أنا كنت مضلله الآن والمثلث مجموعة زاوية 180 يعني المية وعشرة مع الكمسة وعشرين مع سين هيعطينا مية وثمانين أطرح يلا من المية وثمانين مجموعة هذول مية وعشرة وخمسة وعشرين يدينا مية وكمسة وثلاثين أنا القصة من المية وثمانين نفس الجواب 45 درجة درجة والجواب بال نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع القسم الثاني من النموذج الرابع عشر شكرا والسلام عليكم